مجلس دارة نادي الزمالك هيتقدم بشكوى ضد نادي جالد صراي بسبب إرسال مبلغ 3 ملايين دولار و800 ألف دولار فقط من قيمة صفقة مصطفى محمد يعني كان المفروض جالد صراي بعته 4 مليون دولار هما بعته 3 مليون و800 ليه يعني؟ المفاضي 200 يعني سهلها على نفسك وعلينا سهلها على نفسك وعلينا بس هو بجانب الـ 200 ألف بقى اللي فضلين دول فيه غرامة تأخير 500 ألف دولار بقى 700 ألف دولار سهل بالمناسبة مصطفى محمد عنده عرض قوي جدا جدا من نادي نانت الفرنسي يعني ممكن في الأيام اللي جاية ممكن تشوفه مصطفى محمد في الدور الفرنسي مع نادي نانت الفرنسي وجالد صراي متقبل الصفقة واللعب قد يرحل قريبا جدا عن نادي جالد صراي التركي متجن إلى الدور الفرنسي